السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة هنعمل ترطة طريقة عمل الترطاية الوحدة خمس بيضات وحبة خل وحبة فانيليا سيلة ودي المعيار ده نشا والمعيار الأكبر منه اللي احنا هنشوفه قدامنا ده سكر بودرة السكر البودرة ده بيبقى ناعم خالص يا جماعة ودي تاني مرة وانزل طريقة الترطة على القناة عندي علشان تستفادوا احنا هنا هناخد معلقة متوسطة كيكشيف او ممكن بيكين بودر ده او ده حسب المتوفر عندك وعندي دقيق هنا اسمه صندس ده بتاع الترطة والحلويات هحط هنا كبايتين عشان الحل بتاعتي ايه كبيرة شوية ممكن انت تحطي كباية ولو حبيت اني انت تزودي زودي عادي هنحط طبعا نص كباية مية وهنبدأ نضرب بالمضرب نخفك المكونات بدعة الترطاية كاملة مكملة بعد اما هنبدأ ان احنا نخفك جدا هنستخدم حاجة اسمها محسن جل محسن الجل ده يا جماعة بتجيبيه من عند العطار بجنيه باتنين على حسب ايه ما انت عاوزة دولة اللي معايا في الكيست اه بعشرة انا جاي بها السابت حطيت معلقة كبيرة كده متزبطة اه كل ما تبقى ايدك كبيرة في المحسن كل ما هتدي معاك الطرطة جميلة جدا وهتدي معاك طريقة كويسة جدا جدا اه حاجة كمان اه ان انتوا هتحطوا زرة ملح كده واحنا بندرب اه ما عندي كيش ملح او ما افتكرتش ان انت تحطي ملح بردك عادي يا جماعة مش هتسبب اي مشكلة خالص قدل اه قدل اه العجيرة بتاعتي الخليط بدأ ان هو يبقى متماسك ولونه ابيض زي بالزبط لون الكريم شانتيه قدل حالة دي بتاعت الطرطة انا دهنتها وطبعا انا مش متوفر عندي اه ورق زبدة فبدل ما حطت ورق كرصات والكلام ده ان انا اصب على طول عادي خالص وهبدأ ان انا احطها في الفرد على درجة حرارة مية وسبعين لمدة خمسة واربعين دقيقة مش هفتح الشواية نهائي ركزوا في المعلومة دي وبعد كده مش هفتح عليها على طول لازم هفتح عليها بعد نص ساعة بعد كده انا هعمل هنا كريم شانتيه لبن متلج وعليها حبة مية وعليها ده كيلو كريم شانتيه هاخد نصه وحطيت نص كوباية سكر بودرة ركزوا يا جماعة بعد كده هحطهم وهبدأ ان انا اضرب فيهم اه طبعا انا مش هعمل ترطايا واحدة انا هوريكو اه في الفيديو انا هزين اربع ترطات هحط مع الكريم شانتيه اه نقطتين كده اه فانيليا سيلة بتدي ريحة وطعم جميل جدا جدا الكريم شانتيه ده كريم شانتيه خام يا جماعة ده بيديك نتيجة افضل من الكريم المحلة اللي هو بيبقى مضاف له سكر اول حاجة انا هبدأ ان انا اضرب على درجة اه على درجة متوسطة علشان ما يبدأش ان هو يعني يتطاير معايا كده وكده وبعد كده هبدأ ان انا اعلي المضرب بتاعي وهنا اه حابت ان انا اضيف حابة مية علشان المضرب يمشي في الكريم شانتيه وهبدأ ان انا اضرب كل الكمية اللي معايا علشان تبدأ تتزايد معايا والحجم يتضاعف وابدأ ان انا ازين بيها كويس جدا دي طريقة سهلة جدا جدا للترطة اه من غير دقيق اه زبنج وبعد كده الدقيق اللي معايا ده انا هحوله وحولته فعلا لدقيق سبونج من خلال ان انا ضفت نشا وضفت سكر بودر وضفت معلقة كيكشيف او بيكين بودر او بيكين بودر على حسب المتاح عندك ومطافر مطافر بيكين بودر حطي نص معلقة متوفر كيكشيف حطي برضو نص معلقة على حسب المطافر عندك والمتاح وعندك لازم تشتري لازم لازم آآ محسن الجيل ده جماعة بيدي نتيجة هيلة جدا ادي ده سر نجاح الكريم شانتي لما انا هقلبه كده ما ينزلش كده او كده علشان يبقى سهل معايا في التشكيل والتزيين وتجليز الترطة بعد كده هبدأ ان انا اضيف الكريم شانتي في بولا علشان اضيفه في التلاجة وهضرب باقي الكمية علشان زي ما قلتلكم انا عاملة اربع ترطات وهبدأ ان انا ازينهم تزيين آآ سهل جدا وبسيط للمبتدئين واي حد عنده حاجات آآ سهلة وبسيطة وحاجات متاحة يعني معاه هيقدر ان هو يعمل كزا ترطة باشكال مختلفة دي اول ترطيتين هبدأ ان انا قطعهم تلت آآ طبقات العجينة بتاعتهم هشة جدا وجميلة انا يا جماعة مش مش بحب ان انا آآ اسقي الترطة بتاعتي بحب ان انا اسبها كده هبدأ ان انا اشيل الحاجات الغمقة دي كده هي مش متحروقة بس انا بحب ان انا اشيلها لو حاجة فتحة كده شوية بحب ان انا اسبها وبعد كده دي مع آآ الطبق ده كان عندي يعني كان بتاع بسبوصة بس انا مش هيخد راحتي فيه فهضطر ان انا اشيل وانا بجلس الترطة بتاعتي بعد كده هبدأ ان انا آآ احطها على الآآ احط الطبقات وابدأ ان انا احط الكريم شانتيه وابدأ ان انا اجلسها كويس جدا جدا طريقة سهلة جدا وبسيطة واهم حاجة الادوات اللي انت بتستخدميها ممكن تبدلي بقى بمكان السكينة العريضة دي اللي انا بعمل بيها ممكن تختار السكينة من مطبخك عادي الادوات دي حاجة يعني اخر حاجة ان انت تتكلمي فيها آآ ممكن دي برضو تبدليها باي حاجة عندك لو ممكن تعمليها من علبة بلاستيك بيضة عادي برضو في كزا طريقة حد كزا حد بنزلها على اليوتيوب ازاي تعملي ازاي تعمليها من غير ما تشتريها وهي سعرها سبعة جنيه يعني مش غالية هتبدأ ان انت آآ تساوي الاجناب بعد ما هتساوي الاجناب كويس جدا هتشيل الزايد منها زي ما احنا شايفين كده وعلشان تزبطيها خالص بعد كده انا جبت سرنجة علشان ما عنديش القلم بتاع التزين وهبدأ ان انا احط آآ كده حاجات قليلة كده على الجناب علشان يبقى الشكل كويس بعد كده آآ هعمل بالمعلقة صب بالمعلقة علشان احط في الوش كله ده جماعة نظام جناش حطيت معلقة آآ عصل ابيض وحطيت شوكولاتة بيضة وشوكولاتة خام سودة وحطيت آآ زرت آآ اسمه ايه ده آآ آآ ناس كافيه علشان ده بيعلت تستي معي ومعلقة زبدة ونص كبات لبن وسبتهم يسخنوا مع بعض ويسيحوا وطلع معي ده بعد ما طلع صفيته طبعا بمصفة عشان الكلكعة وبدأت ان انا ازاين به ده تزيين حطيت كريز واستخدمت آآ آآ دي عبارة عن فل سوداني مغطى بشوكولاتة ودي استخدمت برضو قريو حاجات سهلة وحاجات مش مكلفة وطلعت معي طرطة جميلة جدا هبدأ ان انا احط في الزيادات دي علشان تبقى زي نظام كوس وفي الاخر خالص هوريكو كل الحاجات اللي انا استخدمتها والطرطة ازاي طلعت دي اول طرطاية كانت معي النهاردة دي انا عاملاهم بعبارة عن الفرخ ده بتاع ده انا مشتريها من العطارة هتحط في كريم خام وهيطلع لك شوكولاتة خام وهتطلع لك الشكل ده بالزبط تحط في الفريزر يجمد وبعد كده تبدأ ان انت تزييني به دي تاني طرطة معي عملتها بشكل مختلف اسمتها اسمتها نصين وهعمل نص شوكولاتة ونص فانيليا طبعا الكلام مش بيوضح لكن الصورة خير دليل على ان انتو تشوفوا شكلها بيبقى حلو ازاي دي طرق سهلة جدا للمبتدئين وطريقة سهلة جدا وبسيطة وان شاء الله هتنول اعجبكم بإذن الله قريب جدا هنا هعمل معاكم فيديو آآ تزيين ترطة بالفواكه وآآ باستخدام الجل الملمع ان شاء الله هتشوفوها وبإذن الله هتعجبكم جدا جدا طبعا انا بعد ما خلصت الترطاية دي انا ضفتلها حاجات اضافية زي ضفتلها لون البنك في الاخر خالص هتشوفوه طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة وبإذن الله هتعجبكم اتمنى انتو تنوروني في قناتي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يصدقوا كل جديد واستخدمت القري وكسرتوا وآآ في مربع كده من الترطة واستخدمت الكريز وحطيت جنب في شوكولاتة اللي هي كان اسمها زمان دي لايتس ادي شكلها بعد ما خلصت معي هضيف بعد كده اللون البنك فيها آآ دي بقى تالت ترطاية دي هدخل فيها لون البنك انا بعد ما جلستها وعملتها تلات آآ طبقات هبدأ ان انا اجلس فيها واشيلي الزايد منها وبعد ما هضيف الزايد منها هبدأ ان انا اخد بسترينجة وحط في الزيادة في الحروف بتاعتها كده علشان تبقى نزلة بالزبط زي ما احنا شايفين دي طريقة سهلة جدا للي ما عندوش قلم التزيين طريقة سهلة جدا لو انت هتكتبي حاجة لو هت آآ هتنزلي من الحروف كده تبقى شكلها جميل ومن حاجات من البيت السرينجة دي مش مستعملة نهائية انا فتحها من الكيس شطفتها بمية سخنة وبدأت ان انا اعمل بيها حطيت لون بنك على على الكريمعة بتاعتي فبقي اللون الروز الجميل الرائع ده بالااااا بالقومع بتاع الوردة هدى ان انا ازين عملت الوردة ده قومع مخصص ليها وبعد كده هضيف عليها كريس كده من فوق هيدي شكلها جميل جدا دي طريقة سهلة جدا جدا للمبتدئين وطريقة حلوة خالص كنت احط قريو هنا غيرت رأيي فحبيت ان انا احط شوكولاتة من المتوفرة عندي والمتاحة. يعني من الحاجات المتوفرة عملت اربع طرطات باشكال مختلفة جدا جدا. ودي بقى دي رابع آآ رابع طرطة معي. دي الطرطة الرابعة والاخيرة. هبدأ اعملها بعد ما جلستها. هبدأ ان انا آآ حطيت شوكولاتة آآ خطوط مستطيلة. وبعد كده جبت خلة بتاعة الشيش طوق وبدأت ان انا اعمل كده فيها. وبعد كده برضو باستخدام اللون البينك علشان متوفر معي. هبدأ اعمل حاجات كده آآ ضغطة. هترسل معي. وبعد كده هعمل الوردة. هتدي شكل جميل جدا جدا وبسيط. وان شاء الله آآ حاجات مش صعبة. ان شاء الله تجربيها. ولو انت بنت بنوتا لسه آآ باذن الله هتعجبك جدا جدا وبطرق مختلفة. والتزيين يعني عندي التزيين هو هو بس اطلعت اربع اشكال مختلفة من الترطة. اتمنى تشرفوني في القناة وتنوروني. ويا رب الفيديو يكون عجبكو ونال اعجابكو. ما تنسوش تشيركو في القناة وتفعالو الجرس علشان يوصلكو كل جديد. شكرا جدا 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 للمشاهدة. وبعد كده في الاخر هوريكو الترطة والحاجات اللي انا ضفتها اخيرا. آآ هورها لكم كلها. وهوريكو الفيديوهات بعد ما بعد الترطة ما خلصت. دي اخيرا الترطة دي اخر ترطة ترطة الرابعة خلصت. هوريكو بقى تفاصيل كل ترطوية بعد ما خلصت معايا. شايفين الترطة دي اول ترطة. تفاصيلها جميلة جدا وبسيطة ورقيقة. دي تاني ترطة. برضو حلوة خالص وجميلة ومش متعبة ولا مكلفة في التزيين دي حاجات سهلة جدا وبسيطة. واي حد يقدر يعملها وما استخدمناش لفواكه ولا الطعنة بطريقة معينة ولا استخدمنا عجين السكر ولا اي حاجة. طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. اتمنى ان انتو تجربوها. واتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلوكم كل جديد. دي بقى الترطة التالتة. تفاصيلها جميلة جدا ورائعة. وطعمها تحفة كفان انت عاملها في البيت. شكرا جدا جدا للمشاهدة. دي الترطة الرابعة والاخيرة. ترجمة نانسي قنقر شكرا